سالي لزليف اهلا وسهلا بيكو شباب وبنات الصف الثاني السنوي اهلا بيكو على قناتي برافا سهير اونلاين في الفيديو ده حل معاكم تحان رقم 25 من كتاب المعاصر لعام 20-24 الترم التاني فيديوهات قبل كده حلنا بعض الامتحانات وان شاء الله هنكمل جميع الامتحانات ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان توصلكوا جميع الامتحانات الجديدة نشوف مع بعض اول حاجة الوصيق سالي ويكند انها عطلت نهاية الاسبوع لجرنة ديليز يعني يوم إليز اي بيران بلي يعني بيكون مليان قدا او مجغول قدا السليف هي بتسحى اواتي 45 منيط يعني هي بتسحى الساعة 8-45 دقيقة البرانسان بتتدجني هي بتاخد فتاقها اي في ساعة طوالت وبتختص او نوفر يعني الساعة تسعة الفيسي ديوار هي بتعمل واجباتها وي الجو افيك سا بتتسعى بعد كدا هي بتلعب مع اختها الصغيرة اي او 10-30 والساعة 10-30 دقيقة الفيلي كورس افيك سامير يعني الساعة 10-30 دقيقة هي بتتسوق مع والدتها الريفيان يعني هي بتلعب او 11-40 يعني الساحداشة الواجبعين دقيقة وي بعد كدا اي لدى سا مامو ابري باري لغيبع بعد كدا هي بتساعد والدتها في اعداد الواجب ابري لدينجني يعني بعد الغداء سنامي جوستين يعني صاحبتها جوستين فيا لا شرشة بوغالي او سانيما بتيجي علشان تاخدها عشان يروحوا السانيما دا نشوف الاسئلة اول سؤال اليزة سولوف اليزة بتسحى الساعة 8-45 دي اه دا المكتوب في الوصيق طب احنا الاختيارات عندنا او نوفر موالكا اللي هي الساعة 9 الا ربع دا طبعا الاجابة الصحيح هنا دي الساعة 9 هو ربع هنا دي الساعة 8 دي الساعة 9 السؤال الثاني اليزة بتحب ان هي تلعب مع سابتيت سر يعني مع اختها الصغيرة اللي يجبات ديها اللي هي متخططة في الوصيق ومكتوب عليها رقم السؤال السؤال رقم ثلاثة اليزة جوستين سون بيكونوا دي زمي يعني صاحبتين رقم أربعة يعني بتتسوق مع ولدتها هنا دي بتعمل واجبتها هنا بتساعد ولدتها في اعداد الواجبة هنا بتذهب الى السينما مع صحبتها تشوف الوصيقة التانية ولي فرانسي يعني اينا الفرنسين مفوتيل يعني بيذهبوا ان vacances d'été بيذهبوا في اجازة الصيف يبق اينا الفرنسين بيذهبوا في اجازة الصيف لي فرانسي يعني المصطرفون الفرنسيون ام بكو بيحبوا كسيرا اللي سيد دي لفرانس يعني جنوب فرنسا وحايسو اليالي بوبتون يعني حايسو الجوبي يكون جميل الابل ناتير والطبيعة الجميلة يعني الاولاد والبنات الشباب بريفير بيفضلوا اللي ارامير بيفضلوا اذهب الى البحر امرسي يعني في مارسيليا بورفير دي لاناتاشيون لممارسة السباح يعني الاطفال بيتسلوا يعني بيتسلوا بعمل منازل من الرمل اوبر دي لامير يعني على شاطر البحر مي ولكن اللي جرون الكبار بريفير ريستي على ميزون بيفضلوا البقاء في المنزل اي فيزيتي لير فامي وزيارة عائلتهم وسب رامني ان فيل والتنزل في المدينة نشوف السؤال رقم خمسة سدي كيمو بريزونت يعني هذه الوثيقة تقدم لليو بريفيري يعني المكان المفضل دي فرانسي للفرنسيين باندولي فركنس أثناء الأجازة هنا لبي بريفيري يعني الدولة المفضلة لفيلاج بريفيري القرية المفضلة هنا دي رياضة المفضلة رقم ستة يعني المصطفون يعني بيحبوا الذهاب إلى جنوب فرنسا لأن الجو بيكون جميل طبعا الجملة دي مش موجودة بوضوح في الوثيقة لكن الموجود في الوثيقة ايه؟ بصوا معايا كده في نهاية السطر الأولاني بيقول أن الجو جميل خلاص تمام؟ وهنا معناها لأن الجو بيكون جميل هنا بارسكي بيوجد رياح هنا لأن بيوجد شمس هنا لأن الجو بيكون متقلب رقم سبعة باندولي فركنس أثناء الأجازة لجينة في يعني البنات الفتيات الشباب أم بيحبوا فاغ دي لعناتاسيون يعني بيحبوا موارسة السباح برضو نلاقيه متخططة في الوثيقة تبني ترجم بالاختيارات هنا بيزور عائلتهم بيفضلوا في البيت هنا بيستمتعوا بالطبيعة تشوف سؤال رقم تمانية فر ديميزور دي سابل عمل المنازل من الغمل أبور دي لامير على شاطئ البحر سي لاباسيون إنها هوية دي زنفون الأطفال خلاص دكر هنا دي دي زي دي ديان يعني هي الطلاب دي زياج اللي هما كبار السن هنا دي معناها العمال تشوف سؤال المواقف اللي بيكون طالب منك إنك تختار إجابتين صح لازم طبعا نحدد مين اللي بيتكلم في الأول ومين اللي بيتكلم في النهاية هنا بيقولك صديق بيسألك يعني أين أنت تعلق الريدو الستائر إنت بقى هترد وتقول إيه هرد وقول سور لفناتر على الشبابيك أو سور لابورت دي بالاكون أو على باب البالاكون تبتاج ببال اختيارات هنا في الشارع هنا على لكانبي على الكنبة هنا تحت السرير رقم عشرة تي ديماند أتونامي انت بتسأل صديقة ويلفابور فردسكي أين هو يذهب لممارسة التزلق هو هيقول إيه هيقول على مونتاني يعني إلى الجبل أو على باتنوار إلى ساحة التزلق نترجم بال اختيارات هنا أو سوبر ماركت يعني السوبر ماركت أو ريسوران المطعم هنا أو كلاب النادي رقم 11 تي بارل دو تي برو جي لويكند يبقى انت بتتكلم عن مشاريعك في عطلة نهاية الأسبوع انت هتقول إيه طيب هو هنا بيقولك ان انت هتتكلم عن مشاريعك يعني الحاجات اللي انت لسه هتعملها في عطلة نهاية الأسبوع فهنا هنستعمل زمن المستقبل خلاص داك يبقى هقول يعني انا سوف اتسوق أو برضو هنا الجملة هنا برضو ماشي فين في زمن المستقبل دا بنشوبها الاختيارات معناها ايه يعني انا سوف اذهب للمدرسة دا طبعا هو بيقولك في عطلة نهاية الأسبوع يبقى مش هيمفع هنا الجملتين دول ماشيين في زمن الماضي يعني انا زرت عمتي او جي فيان دي فار لب يعني انا شفت الاهرامات خلاص داكار يبقى احنا الجملتين اللي استعملناهم اللي هم الجملتين اللي في زمن المستقبل بس طبعا لازم برضو يكونوا ماشيين مع المواقف اللي عندنا برضو لو في اي حاجة انت مش عارف معناها او مش فهمها عملناها ازاي برضو بعدل في الكومنت سو انا ارد عليك رقم 12 هنا دا بقى سؤال الاختياري الخاص بالجرامال نقطة إليف بيقولك نقطة إليف بيكون لطيف انا بشوفها يعني كل يوم في الفسح هنا عندنا كلمة إليف تنفع مذكر او مؤنس انا هنا هعرفها ازاي هي مذكر او مؤنس هعرفها من الضمير اللي هنا هنا الضمير هنا بيعود على مفرد مؤنس يبقى انا بشوفها خلاص داكر يبقى كلمة إليف عندي هنا كلمة مفرد مؤنس يبقى اخترت ست خلاص داكر تب هنا بصوا معايا كده في لنا كتباب القلم الجاف هنا كلمة إليف بتنفع مؤنس وهناخد معها ست لو هي مذكر كان يقصد بيها ان هي مذكر تلميذ ولد كنت اختار ست لانها كلمة مذكر وبدأ بحرف متحرك هتاخد ست بالشكل دا خلاص داكر هنا انا عندي هنا سي دي ياتي دي بتيجي مع اي جمع هنا سي بتيجي مع المفرد المذكر لما بدوها بحرف ساكن تب رقم 13 السالون يبيكون بلي جرون كي لا شامب تب هنا دي طبعا المقارنة انا لما بشوف هنا كي اللي هي صيغة المقارنة بيبقى عندي ثلاث حاجات ينفع اختار منهم اللي هي بلي اكتر او مو اقل او اصي يعني مثل تب انا هنا هاختار بلي يبقى السالون بيكون اكسر كبرا من الغرفة رقم 14 لاغموار الدولاب je vais نقاط رانجي انا عندي لاغموار هنا كلمة مفرد مؤنس خلا اتذكر هنا الفعل عندي بحرف ساكن يبقى اختار لا رقم 15 مانكوباء ام فواياجي يعني صديقه بيحب السفر هنا بكين الى بكين ده طبعا المدن اللي احنا اخذناها في الترم الاول لو معاك المذكرة مدرس او الكتاب بتاع الترم الاول يريد تراجحها عشان دي بيطول شرحها رقم 16 على نقطة جمي دي جون اي انا نغاك هنا بعد على انا كده عايزة كلمة مفرد مؤنس يبقى اختار كلمة مونتاني يبقى على مونتاني في الجبل انا بلبس جوانتي و جاكت هنا شوم يعني الحقول كلمة جمع بوتيك محلات برضو كلمة جمع هنا كومباني اللي هي الاريار برضو كلمة جمع رقم 17 يعني في الربيع لاناتور اي الطبيعة بتكون اي يعني خضراء طبعا هنا كلمة ناتير كلمة مفرد مؤنس يبقى الصفة اللي انا هاوصف بها برضو تكون صفة مفرد مؤنس هنا دي مفرد مذكر ودي مفرد مذكر ودي جمع تنفع للمؤنس والمذكر طبعا نشوف ما بعض المير سالي ارد واقول سالي جي في شوازي لا ديكور دي ماشنبر اتوا هو بقولك انا هختار الديكور بتاع غرفتي ونتا طبعا انا اسهل اجابة بتبقى عندي اللي هيقول و انا ايضا واكرر نفس الجملة اللي عندي فاقول مواعسي و انا ايضا جي في شوازي لا ديكور دي ماشنبر يعني و انا ايضا انا سوف اختار الديكور بتاع غرفتي خلاص تمام يبا انا قلت مواعسي و كده كتبت نفس الجملة اللي موجودة في السؤال هنا كيفا تي عش تي انت هتشتري ايه السؤال هنا ماشي في زمن المستقبل لازم و انا برد برضو ارد في المستقبل فاقول جي في عش تي انا سوف اشتري عنطبي سجادة خلاص داكور ما ننساش ان احنا هقول حاجات تستعمل في الديكور خلاص داكور تمام طب نشوف بعد كده السجين بيكون طالب منك انك تكتب من 20 ل 25 كلمة بيقولك اكري ام ميل يعني اكتب ميل اتنسي بوركوبا فرانسي الى صديقك الفرنسي بورلوي بارلي دي تنبي عشان تكلمه عن بلدك عايزك تتكلم عن الكابيتال العاصمة والقابيطان السكان هنشوف كده مع بعض هنقول لا دي طبعا السيغة اللي ممكن تكتب بيها الميل دي عاليم نكتب اتياهو دوت كوم مثلا جون طبعا دا صديقك الفرنسي فهتكتب اسم شخص فرنسي اتياهو بارد دوت كوم با كده الابجي الموضوع اللي انت هتكلمه عنه ومانبي بلدي او دولتي فهتقول له سالي تحياتي هنا هتقول له مانبي ايلي جيبت يعني بلدي بتكون مصر الكابيتال العاصمة ايلكير بتكون القاهرة اوني جيبت يعني في مصر ايليا بيوجد سان ديس مليون دابيطان يعني بيوجد مية وعشرة مليون نسمة اوني جيبت في مصر الفيبو ايجاو بيكون جميل جيم مانبي انا بحب بلدي ممكن تقول له كمان في نهاية الميل بغلي مو اكلمني ديتان بيكلمني عن بلدك وفي النهاية هتكتب اتشاو او ابلس يعني الى اللقاء وكده نكون انتهينا من حل الامتحان شكرا لسمعكم بتنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان توصلكم جميع الامتحانات الجديدة